فيه إصرار كبير من كيروش على أنا بسوف بوضع ضغط على مراوان نفسه مراوان حمدي كم من عشرة في بطولة كاس العرب من وجهة نظر أسامة كابتن أسامة لا مش عايز أقول كم من عشرة ولكن هو لعب مباراتين أو ثلاثة في أمم إفريقيا ولعب دلوقتي أربع مبارات في كاس العرب حتى الآن انتاجه لا يرقى أنه يبقى هو الأساسي بتاع منتخب مصر يعني لسه محطش البصمة نقول أننا من وجهة نظري أنافس مصطفى محمد ومحمد شريف اللي هم الأول والتاني من وجهة نظري برضو لأن الكورة مليانة وجهات نظر مش كل واحد عنده وجهة النظر سبت لا فيش صحة مطلخ وخطأ مطلخ لكن أنا شايف بالنسبة للمنتخب المصري هم أفضل اتنين موجودين كراسات حربة هم دولت وكمان لسه فيه أحمد ياسر ريان وكمان ممكن تاخد محمد صلاح أنه يلعب في العمق شوية لو لعبت حد على الطرف فشايف أنه حتى الآن عايز وقت شوية ويعني ما قداش الانتاج اللي هو يسمح المرحلة حسين فصل حسين فصل تقدر تقول عليه لاعب واعد كويس لكن عايز وقت في الشغل كتير جدا وفيه أسماء كانت ممكن تروح هتعمل برضو زي حسين فصل وأكتر لكن هو لعب كويس كتير رمضان صبحي إبراهيم عادل أحمد عبدالقادر حسين شحات خمسين يعني كتير جدا فيه لعب كتير جدا في مصر تقدر أوباما يعني فيه لعب كتير جدا لكن هو تقدر تقول إيه لعب كويس واعد طرح نعلي في المستقبل يعني عايز لعب أحمد رفعت أحمد رفعت كان مطالب بانضمامه هو مصطفى فتحي لأن الاتنين شبه بعض لأنه هو عمل موسم كويس سالفتت في الدور المصري والسنة دي ماشي كويس ولكن حتى الآن برضو مقدرش أقول أنه أساسي منتخب مصر لكنه إضافة يعني ورقة تحتاجها ورقة كويس نفس الشيء مصطفى فتحي لأنه خلي بالك مستر كروش عندما تجي تشوف ماتش الجابون هنا لعب شريف وأحمد ياس الريان الاتنين أطراف تحت رأس الحرب هو تقال من بعض الناس المحللين أنه هو مش محتاج ناس على الأطراف لا ما يبقاش أنا عندي لعبة مهيزة جدا في الأطراف ولعب ناس مش في أماكنها في حتة مش 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 بتأدي فيها كويس حتى لو بلعب رأس حربة جناح لازم يكون الراجل الثاني جناح صريح ما ينفعش ما يلعبش بأجناح ما فيش كو يعني ما فيش نوجة نظر أنا شخصي ما فيش منطق يبرر ده من وجة نظري خاصة أنه في ناس مميزين يعني مميزين في الأطراف فنفس اللي قلته على رفعت بقوله على مصطفى أنه هم يعني إضافة حتى لو مش أساسيين كبدلاء كويسين عمر كمان لعب كويس ولكن برضو أنا رجع نقول أنه في الظاهير الأيمن في ناس كانت مثلا واحد زي محمد هاني كان ممكن يبقى موجود ممكن عشان هاني بعيد شوية على المشاركة في الفترة ما هي دي بقى النقطة اللي أنا عايز أقول فيها أنه أحيانا الناس بتقول أنه لعبت النادي الأهل والزمالك يعني ما على أسر مريشا بيروح المنتخب وكده زي ما الأهل والزمالك بيدوا فرصة عشان الناس مشايفهم على طول ناس بتروح بقوة الأهل والزمالك ناس كتير جدا في الأهل والزمالك يستحقوا يروحوا وأفضل من لعبة موجودة في البطولة العربية ما بيروحوش لأنهم هم ما بيلعبوش بلسبة كبيرة يعني أحمد عبدالقادر لو راح هيبقى كويس هيبقى زي حسين فصل وهيبقى زي أحمد رفعت وهيبقى حسين الشاحات لو راح هيبقى محمد هاني لو راح ممكن يلعب في البك رايت وهيبقى كويس جدا محمود علاء لو راح مساك يقدر يلعب عشان ما الناس متفكرش أنا بقول الأهل بس أوباما مثلا لو راح ممكن يلعب تحت راس الحربة في البطولة زي دي هيبقى شكله كويس يعني فيه لعبة كتير جدا كان ممكن ترهن عليها واحد زي عمار حمدي مثلا كان نجمل للتحاد السكنداري النادي الأقل اشتراه ما بيلعبش ما هو لو كان بيلعب بنفس المستوى ده في التحاد السكنداري كان ممكن جدا مستر كروش يضمه يبقى إذن زي ما الناس بتقول إنه لعبة الألو الزمالك بعضهم بيروح يعني من وجهة نظر الناس إنه ما فيش غيرهم لا فيه ناس كتير جدا في الألو الزمالك لو هم ما كانوا في أندية أخرى كانوا هينضموا للمنتخب يعني اللي موجود مع احترام الكامل بس خلينا اتفع على حاجة كابتن احنا لأول مرة من فترة طويلة أنا عارف إنه منتخب مصر في أوقات كتيرة جدا من أيام كابتن جوهري ومن أيام أنتو كان بيلعب معاكو مثلا هشام عبد الرسول كان من المينيا مثلا صح عبد الزهر الساقة كان جاي من المنصورة في التوقيت ده عمر زاكي كان جاي من المنصورة في أوقات كتيرة بس ما شفناش حد بيران على أسماء تقريبا محدش من جمهور يعرف يعني هو أحمد ياسين ده أو مروان داود أو محمد عبد المينعم حد من الجمهور ممكن يفكر إنه مديد فني منتخب مصر هيخدهم للمتاحب هي الفكرة مش إن أنا أقول على لعيبة الناس مش 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 شايفاها إنها تلعب منتخب مصر أو لأ أو ما تعرفهاش الفكرة إنه هل الناس دي تستمر مع المنتخب ولا لأ وهل في ناس أفضل منهم ولا لأ ما هو أصلي هي مش هو السؤال هل هي مجرد إن أنا بدخل لعيبة جديدة ترجمة نانسي قنقر